طيب نروح للأهل يا كابتال عدل مبارح بداية طبعا أكيد راضي عن المكسل نتيجة لحقق الأهلي فوز خارج الأرض عن المدى لكن أنا عايز أتكلم فنان معاك لأنه وأنا هنا بتكلم يعني دايما في سيدنسة بنتكلم بنحاول يعني نشوف الجمهور شايف الأمور إزاي الأهلي قبل التوقف غير الأهلي تماما بعد التوقف هل ده من وجهة نظرك منطقي هل ده من وجهة نظرك لأسبابه المقبولة على مستوى النتائج أعتقد أنه بعد الرجوع في مفترة التوقف طويلة أنك تجيب أربعة منطق من قصة ستة ده مكسب كبير جدا مش كل الفرقة تقدر تعمله والأهمة بالنسبالي هو أنه اللي جاي إزاي تقدر تبني على التحقق في المطشين دول في المطشات اللي جاي لأنه يعني بداية من يوم الثلاث انت دخل بقى في مرحلة صعبة جدا أنا عايز أقول لك ويمكن الرأي اللي أنا هقوله ده ممكن يخالف الناس كتير نادي الأهلي في المطشين اللي فاتوا عمل أفضل مبارياته في الموسم رغم الأداء لا 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 هنا نسك هتسمحني مش هتسمحني طيب أنا أكمل وجهة نظري عطفا على ما حصل قبل البطولة قبل المباريتين الناس بتشوف اللعيبة جوه الملعب فقط لغير ما بيشوفوش اللي حصل اللي قبل كده هتديك مثال بسيط انت لما تكون لعبة المنتخب بتوعك اللي هو ياسر ومنعم وهاني وإمام وديانج وتاو والشناوي وعبد الواحد كمال عبو واحد ومراوان عطية ومعلول انت بتتكلم في ناس كانت في أمم أفريقية منهم الناس رجعت بخبة أمل وأداء ما كانش كويس فنفسيا المهدودين منهم يمكن كلهم يكاد يكون كلهم عادة تاو اللي عنده حتة شوية من الناحة النفسية عالية لأنه فرقته وصلت لأقصى حاجة في البطول بس بدنيا منهج برده معه بدنيا انتهى سبع مطشوط بدنيا انتهى دي واحد اتنين انت بتتكلم في أثناء التدريب في الفترة اللي هي في الغيابات ما كانش فيه موتواجدا لخمس ست سبعة تمن عناصر من الفرقة الأساسية أو من فرقة النادي الأهلي وبتكمل بلعبة صغيرين وبتعمل مبارات ودية فانت ما بتستفدش منها أصلا مش موجود يا إصابات يا غيابات تاني حاجة الإصابات اللي عندك في الفترة دي كل الظروف والسفر اللي أنا بقولك عليه وتسافر وترجع وتسافر وتروح وتسافر من هنا وبعدين تعد هنا وبعدين تشيل شنطتك وتروح هنا النوم واختلاف النوم الحاجات دي كلها الناس ما بتحسش بيها الناس ما بتحسش بيها ولا تعرفها لكن أنا بقول كونك إنك إنت عملت أنا بتكلم من أفضل المبارات من حيث النتيجة أنت لما تلعب ست نقاط تاخد منهم أربعة بر ملعبك في الوقت ده من السنة وفي الوقت ده كمان اللي حصل مع بعثة النادي الأهلي من عطل طيران من إجهاد من حاجات كتير قوي ويمكن الناس نحن نحن حسنا بالموضوع لأن أفريقيا رغم أن أفريقيا دلوقتي أفضل من زمان إحنا كنا بنتعب أكتر كتير يعني إحنا كنا ممكن نروح أي طبعا أنتو جيسهم 19 أو 20 ساعة طيران وبننم في المطارات لكن أنا لكن اللي أنا عايز أقوله لك إن في الفترة دي أنا سعيد جدا بالنتائج أنا هسألك سؤالها أبو أحمد وإحنا قاس أفريقيا اللي فات افتقرنا دول المجموعات افتقرنا أي مباريات افتقرنا أداء المباريات نادي الأهلي صعد ولما بيصعد النادي الأهلي يعني إحنا رحنا للبطولة اللي فاتت ببنالة ضاع من لعيب الهلال أسأل ما أقدرش ترونه مع الجمهورة كابتن عادل ليه لأنه الأهلي بالنسبة لهم يعني هو المتعة خليني اتفق على ده طبعا كل الحاجات اللي بيقولها كابتن عادل طبعية جدا ومنطقية ولازم تخش في أي حسابات فرقة فرقة لما تروح تلعب مطشين بره أرضها ومطش في جزائر ومطش في غانا وهي غايبة عنها فرقة أساسا تروحت تقريبا نقص فرقة كاملة لا وكمان الأشياء اللي حصلت قبل البطول يعني شوف هو الجمهور النادي الأهلي من حقه أن نستمتع بفرقته بيزعل من بعض اللعيبة ممكن بيزعل بيزعل من أخطاء وارد بيزعل من تشكيل على فكرة جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللاعب رقم واحد إحنا كنادي الأهلي إحنا كنادي الأهلي بالأمانة يعني قوتنا في جمهورنا صحيح ده بدايتنا يعني هو اللي بيحمينا هو اللي بيقف جنبنا عمر ما جمهور النادي الأهلي حتى لو زعل منك عمره ما يضغط عليه صحيح بالعكس هو بيساعدك يعني هو اللعب رقم واحد وإنت علشان جمهور النادي الأهلي إنت بتلعب علشان تسعيده حقيقي كناك إنك إنت عملت يعني مباراة مباراة حديك مثال في مباراة مباراة إنت جاي من إجهات كبيرة أو جاي من طيران اتأخر عليك وجاي من لعبة وجاي عندك إصاباته في الحاجات دي الشوت الأولاني وجاي في ملعب وحش وجاي في عكا موحش ولأ ورتوبة وخلي بالك إنت كمان تغيرات إنت رايح لبرد وحر وبعدين رتوبة وبعدين برد وحر ورتوبة كل الحاجات دي وفي الآخر ندر قال الشوت التاني بخبراته وبقوته قدر يكسب المباراة صحيح قدر يكسب مباراة برة الشوت التاني إلى حد ما قربنا شوي يعني يعني قام شوى الأهلي الاهلي اللي في كاس العالم واش هو الاهلي اللي في كاس النخبة بس الى حد ما حاست انه لا في حاجة حلوة ظهرت يعني نزول السلاية طبعا بشوف واحد من مكاسب المطشن بارح اه طبعا لعندك مكاسب كتير في المبران بارح خلينا نتكلم على المشاركة الاولى كريم ندفد وبوسامة معالي يعني مكسب كبير جدا انك بتدخل عناصر زي كده والعناصر دي ما بتدخلش الا في وقت الاسابات